بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد طيب القلوبة ضوائعة وعفية الأبدان وشفائها صلهم وسلم وباركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر النهاردة بقى هنتكلم عن إيه إيه العلاقة اللي بين الكبد والعظام طيب أنا عارف أن إيه إن أنا ما بأخذ بيتامين دال من الشمس المرحلة الأولية بتاعت بيتامين دال الخام إنه بيخش الأول على الكبد ويتحول إلى بيتامين دال اللي هو الإيه إن الإيه الجزء الثاني أو دي تو اللي هو بعد كده بيبتدي يتحول إلى دي ثلاثة اللي هو الإيه الناشط اللي هو بيتيدي يشتغل على الكالسا ويبتدي يسحبه من الإيه من الأمعاء ويمنع إنه هو ينزل من الإيه من الكلا في البول طيب يبقى أنا دلوقتي أمراض الكبد إن الكبد مش قاين بوظيفه دي مشكلة الكبد لو بيعمل كمية كبيرة من الكوليستيرول أو بيعمل كمية كبيرة من الدهون ماشي يضر العضم لأنه بيخلي الشرعين اللي راحل العضم كمية تدفق الدم اللي فيها ضعيفة فيخليها ما هيش كفاية يخلي الدم اللي وصل للعضم قليل يبتدي العضم يحصل إيه إنه ما بارش يقوم بوظيفه الحيوية الخلايا اللي هي بتكون العضم نفسه تبتدي نشاطها يقل ولما أنت حداك عارف كويس قوي إنه لما بيكون وظيفة الكبد متأثرة أو الكبد مش منتظم في أداء دوره بيبتدي يحصل ضعف في العضم ويحصل فيه وهن وهشاشة بيبتدي يحصل إن الكالسام وظيفه تقل ليه؟ لأن أنا دلوقتي يعني بقى عندي حلقة مفقودة إن أنا بيتامين دال 2 اللي هو المرحلة ما قبل بيتامين دال 3 نشطة أصبحت غير موجودة يبقى أصبح بيتامين دال قليل يبتدي يحصل مشاكل إن الهرمون اللي هو بتاع الغضب اللقيع برضو يقوم بنفس المشكلة اللي بتحصل في أمراض الكلة مشكلة أمراض الكبد عامة إن هي إيه؟ بتدر ضرر مباشر على التمثيل الغذائي بتاع الكالسام جوه الجسم طيب أنا لو عندي مشاكل في الكبد مهمة أوي إن حضراتك لما تروح لدكتور عضم لازم تبقى عارف حاجة إن الارجنيزر بتاعك أو المنصق الدوائي بتاع حضرتك هو دكتور البطنة أو الكبد بتاع حضرتك هو ده اللي انت ما بتاخدش أي علاج دون الرجوع له الأول لازم حاجة تبقى عارف إن انت 90% أو 100% من ألواع المسكنات اللي بتاخد أو اللي هي مضادات الالتهاب اللي بتاخد بالحق أو عن طريق الفم ممنوعة تمام؟ الأدوية اللي بتزود السيولة ممنوعة لإن إنت حضرتك بتبقى وظيفة كبد بتاعت حضرتك إنت بتبص على صورة الدم فتلاقي إن الصفاحة الدموية عند حياتك ممكن تكون قليلة يبقى أنا ما ينفعش أخد أي أدوية من الأدوية اللي هي ممكن تزود السيولة لأن دي هتعمل نزيف وتعمل مشكلة مهمة قوي إن حضرتك تبقى عارف إن حضرتك لازم بتاخد أدوية فيها كالسم فيها فيتامين دال عشان حاجة تساعد جسم حضرتك بإن ما يحصلش يوهم في العض نتيجة إيه؟ إن تحصل عملية تكالب من الهرمونات جوى الجسم على إنها تستخلص الكلسم من العض لأن حاجة زي ما انت عارف إن 99% من مخزون الكلسم موجود فين في العض فدي حاجة لازم حاجة تبقى عارف مهمة قوي إن أنا بقى عارف إن أنا لما باخد مدرات بول مدرات البول دي من الحاجات اللي هي بتسحب معها كميات كبيرة من الكالسم وهي نزلة فلازم أنا بستعيد عنها بإيه؟ بكالسم باخده بشكل إيه مباشر بدون إن حضرتك بتاخد حاجة من نفسك لأ حاجة بترجع للطبيب بتاع حضرتك وهو بيزبط لحضرتك العلاج مهمة قوي إن أنا بقى عارف إن لما يكون الكبد فيه أي مشاكل حتى لو مشاكل بسيطة مفروض إن أنا ببقى محافظ جدا في الأدوية باعتمد على الحاجات الموضعية فقط في الأدوية اللي أنا ممكن أخدها باعتمد على الفيتامينات وباعتمد إن أنا أخد كالسم وأخد بيتامين دال بما لا يضر الإيه الكبد بأعرف إن فيه ارتفاع في ضغط الإيه الشريان اللي هو البالمرين الشريان الرئوي يعني ده لازم أنا بحافظ بقدر الإيه المستطاع على إن أنا حافظ على إن أنا ما زودش قوي الضغط بتاع الشريان الكبد لأن ده ممكن يعمل لقدر الله نزيفي الموضوع بسيط فيه وجه عظم وأنا عندي الكبد سليم مفيش فيه مشاكل ممكن أخد علاج بس بقدر وزي ما قلنا أي دول أنت بتاخده مهم أوي يتوفر فيه حاجتين فترة علاج قصيرة هدف محدد للعلاج ما يدرش للمعدة ولا الأمعاء ولا يأثر على الكبد ولا على الكلة مهم أوي الحاجات دي ومهم أوي نحن نتبعها وربنا يعفينا ويعفيكم وربنا يجديكم كل خير وأشوف حضراتكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم